اهلا ومرحبا بكم معزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي كل اهل العراق خلال هذه الفترة كانت احداث التي حصلت في كاركوك التي حصل في كاركوك شاغلة لهم لكن السؤال الذي يطرح نفسه بداية هل ما حصل في كاركوك من قتال ومواجهات كان غير متوقع متوقع ما حصل في كاركوك كان متوقعا مئة بالمئة ومتوقعا يحدث وسيحدث ويحدث مرات ومرات لماذا؟ أولا لأن الأمن في عموم العراق هش لأن السياسة العراقية فوضى لأن الاتفاقات والقوى السياسية التي تتفق هي قوى مملوكة للغير لا تملك إرادتها وتتغير اتجاهاتها وبوصلتها بأوامر خارجية ورؤيتها فيها مثل ما يسموها تقية هذه التقية يقول شيء ويضمر أشياء في وقت تشكيل الحكومة يوافقون على كل شيء لكن بعد تشكيل الحكومة ينقلبون على أقرب شركائهم من أجل مصالحهم هذا واقع الحال ومن لا يفهم هذه المعادلة من قوى العملية السياسية يعني لا أعرف ماذا يسمونه يعني إذا قلنا بلا عقل بلا قل بلا رؤية قليل في حقه لأن هذا واقع الحال هؤلاء جبلوا على ذلك هم هكذا هذه طبيعتهم وهذه أخلاقهم وهذه تصرفاتهم فمن يعتقد أن الاتفاقات ثابتة وهي يعني ملزمة للطرف الآخر هذا يعني مع الأسف الشديد واهم وبلا عقل هناك تنافس على المغانم والحصص بين كل أحزاب القوى العملية السياسية وزراءها وقواها الأمنية وقواها العسكرية والسياسية وأحداث كاركوك هي جزء منتها أما صورة الابتسامات والأحظان والتصريحات والتوافق والانسجام وحكومة التوافق والشراكة الوطنية والمعدمية أكذبة كبيرة ومجرد مشاهد خادعة ومثل ما يقول إخواننا المصريين في مثل لديهم يقول الشيء لزوم الشيء فهذه المناظر التي تظهر هي لزوم الانتخابات وليزوم تمشية الأمور والكل يخلي بجيبه وتمشيه الكل يعبر عن كراهية للآخر يجلسون مع بعضهم وفي قلوبهم يعني قلوبهم شتى تجدهم عبالك مجتمعين وهم موحدين لا قلوبهم شتى وعقولهم شتى كلهم مختلفين لأنه هناك ما يجمعهم هي المصالح والمكاسب وليس قضية معينة الكل يتبنونها ليس قضية العراق ما لهم علاقة بالعراق ولا لهم علاقة بالعراق وننا نتحدث عن الشيعة والسنة في العملية السياسية والأكراد وكل القوى بالعملية السياسية ما لهم علاقة بالشعب العراقي مهما كان العراقي كردي عربي مسيعي مسلم تركماني ما عرف شنو شي عيسني ما لا علاقةهم ما ملتزمين بي ولا هم علاقة بي وعشرين سنة أثبتت هذا الوضع ومن يقول غير ذلك كذاب وجاهل هذا واقع الحال لأنه كل اتفاقاتهم خاض على محاصلة طائفية وعرقية وهذه ما حصل في كاركوك هذه بعض متائجها البسيطة ما سيحدث أكبر أحد المطلعين على الوضع في الشمال يعني حدد وتحدث والرجل صادق في كلامه يقول للساطعش زيارة خلال 8 شهر اللي مضت من تشكيل الحكومة أو هذه 8 شهر اللي مضت من هذه السنة ساطعش زيارة الوفود كردية إلى بغداد واجتماعات ونقاشات وكذا ومفاوضات لكن ما وصلت إلى نتيجة أنه رغم أنه كلهم كانوا من طلعوا من هذه الزيارات يقولون زيارة ناجحة ومفاوضات بناءة والنتائج ستظهر لاحقا والنتيجة هذه النتيجة ما حصل في كاركوك وما سيحصل الاشتباكات بين مجاميع حزبية وميليشياوية بكاركوك وصراع محتدم وممكن أن يتطور والذي يخسر هو العراق كل المدن عراقية من يفكر أنه خارج هذه المدن العراقية لأنه الطرف الفلاني الدولي يقول له ممكن أنت تستقيل وممكن أنت تكون أنت المسيطر وممكن هذا واهب حقيقة العالم هذا شكله وهذا البلد هو شكله تريد أن تسعد شعبك تبنى قضية العراق العراقين عندك واحد الكردي مثل العربي والعربي مثل المسيحي مثل المسلم والتركماني مثل الصابقي والشيعي مثل السني وهكذا تبنىهم جميعا وكلهم أعوانك وكلهم ظهرك تنجح وتفيد شعبك وتفيد ناسك تفيد منطقتك وتفيد من تريد أن تفيدهم لكن أنت تعتقد أو تتحدث مع الآخرين أنه أنت جئت لأجل هذه الفئة وهذه الطائفة وهذه المجموعة ستخسر وستخسرهم هذا واقع الحال والتجربة في كاركوك خير ومثال والتجربة في مناطق كثيرة من العراق لكن كاركوك واضحة دعاك أن هذا مقر لحزب الديموقراطي الكردستاني واخذوه ويجيب ما أعرف منه ويقعد به وقاعدة من 2017 والآن نرجع مدري منه ما هي القضية سقطهم قتله وسقطهم جرحه من العراقيين ما هي القضية قضية أكبر من هذا الآن البعض يلوم نفسه ويلوم الآخرين ويتهم الآخرين أنهما نفذتوا الاتفاقات أي اتفاقات من يعتقد بالاتفاقات فهو واهم من يعتقد أن هذه القوة في العملية السياسية هي ضمانه من يعتقد أن العملية السياسية هي ضمان هو واهم من يعتقد أن أمريكا هي الضمان واهم من يعتقد أن إيران هي الضمان واهم الضمان الوحيد هو عراقيتك وعراقك والعراقيين هذا هو الضمان الوحيد سواء كنت كردي عربي مسيحي مسلم شيعي سني الضمان الوحيد هم أهلك العراقيين والعراق فقط هذا هو الضمان أما الضمان أمريكا قالت لنا إيران قالت لنا الشيعة قالوا ولكرات قالوا ولسنة قالوا كذبة هذه كبيرة لأن هؤلاء بالتالي يعملون بنظام المحاصصات ويبحثون عن مصالحهم فقط ومن يدفع الثمن هو الشعب العراقي مع الأسف الشديد والقضية لن تحل وستبقى مثل ما هي واستفاقهم ودماء ستسيل كثيرة لم تنتهي هذه القضية لم يعود البعض إلى عقله ويفكر بالمنطق العراقي وبالانتماء العراقي فقط وهناك سيجد أن الأمور قد تغيرت هذا هو عقل الحال وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة